قبل أن يجف حبر البيان المشترك لاجتماع العقبة الخماسي أقامت قوات الاحتلال حواجز اسمنتية أمام مفاصل بلدات مدينة نابلس الجبلية فيما منعت الفلسطينيين من فتح محالهم التجارية ببلدة حوارة تابعة لنابلس لمدة ثلاثة أيام وشهدت ليلة أمس هجوما واسعا لمستوطنين على عدة بلدات في نابلس بدعم من قوات الاحتلال ما أسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة نحو أربعمائة فلسطيني كما أحرق مستوطنون أكثر من مائة سيارة وخمسة وثلاثين منزلا بالكامل إلى جانب إحراب منازل جزئيا وتخريب ممتلكات ومنشآت ومرافق عامة